اهلا وسهلا بكم في هذه الدقائق الخبارية اشد عضو مجلس القيادة الرئاسية الواء سلطان العرادة بجهود قيادات وزارة الداخلية ومساعيها الحاثيثة لتحسين العمل وتطوير الاداة ورفع كفاءة كوادر الوزارة وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات وشدد اللواء العرادة خلال ترأسه اجتماعا بقيادات في وزارة الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة وفروعها في المحافظات لتقييم نسبة الانجازات والعمل على تعزيزها وتحديد جوانب القصور والاختلالات والعمل على معالجتها والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات وفق الإمكانات المتاحة واستمع اللواء العرادة من قيادات الداخلية إلى نتائج زياراتهم الميدانية وتقارير موجزة عن سير العمل في عدد من القطاعات الخدمية ومستوى أدائها ومدى انضباطها في تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة مارب وكافة المحافظات المحررة أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على ضرورة الاستفادة من دعم الأشقاء والأصدقاء في بناء القوات المسلحة وتعزيز قدراتها وتطويرها للقيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية في حماية اليمن وسيادته واستعادة مؤسسة الدولة وبسط سيطرة الحكومة على كامل تراب الوطن وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وأحيى اللواء العرادة جهود وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في البناء المؤسسي للمؤسسة العسكرية وتأهيل النوعي المستمر لمنتسبيها رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن ووقف اللواء العرادة خلال استقباله لرئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز على نتائج زيارات الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة والأولايات المتحدة الأمريكية وزيارات الميدانية المختلفة وأشدد اللواء العرادة على أهمية الزيارات الخارجية ودورها في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين قوات المسلحة اليمنية مع نضرائها في الدول الصديقة والشقيقة وجه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بحصر المشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية والتنموية في محافظة أبيان مع عرض أسباب التوقف والمقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمالها وأولويات التنفيذ وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه يوم أمس محافظ أبيان أبو بكر حسين على إعداد تقرير متكامل بهذه المشاريع من قبل الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية والرفع بها لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها وخاصة تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية للقيام بواجباتها تجاه خدمة المواطنين مشيرا إلى اهتمام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة أبيان التي تعرضت كثيرا للإهمال زار محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي ومع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري غرفة تجارة وصناعة وادي حضر موت بمدينة سيئون وعقد المحافظ لقاء بمجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال المال والأعمال لمناقشة الموضوعات والقضايا التجارية لتسهيل الحركة التجارية وحركة الاستثمار وتطرق اللقاء إلى التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر سلبا على انسياب الحركة التجارية وإيجاد السبل الممكنة لحلها والمعالجات العاجلة لها نحو ألف طالب وطالبة تكتض بهم مدرسة السلام طالوق في مدينة المصراخ بمحافظة تعز حيث تشهد المدرسة إقبالا كبيرا وسط إمكانيات محدودة منها الفصول الدراسية التي لم تستطع استيعاب طلاب المنطقة نتابع ما أتعبه من صباح عليهم وكل صباح يعانيه ما يقرب من ألف طالب لمدرسة السلام بمنطقة طالوق الباردة مديرية المصراخ بتعز وهم يدرسون بحوش مدرستهم التي عانوا كثيرا وهم يبحثون عن ممول لبناء فصول جديدة تأوي صغار وتحميهم من الصقية نحن طلاب مدرسة السلام طالوق نفتقر إلى فصول إضافية فالطلاب الصغار يفترشون الأرض والتحفون السماء فلا يوجد لهم فصول دراسية إضافية ونحن ناشد القهات المعنية والمنظمات في أن يكمل ما بدأ به آباؤنا يعانيه ببرد يقصبنا ببرد يقصبنا السقعة ما نعمل لهنش ما بوش حال نعمل لهن فصول ما بوش فصول يعني نحن ندخل هون بأي مستقعة نخليهن هنا عمل أولياء الأمور على إنشاء مبادرة أهلية لبناء دور ثاني لمدرستهم وما زال العمل جاريا فيه ويعتبرون أنفسهم قد قطعوا شوطا بالعمل فيه إلا أن ظروفهم لا تساعدهم على مواصلة البناء وتوسيع المدرسة التي تتكون من ابنين صغيرين مزدحمين بالطلاب وخاصة البنات بدأنا بإنشاء العمدة لعدد فصلين فقط ولكن بدأ الناس يتفاعلوا معنا عن مبادرة ولانا بفضل الله أتممنا سبع فصول إضافية ودرجة سلم للسطح وأيضا قمنا بالبناء ننتظر الآن أي جهات داعمة منظمات هيئات أي جهة تقوم بدعمنا وإتمام ما بدأنا حوالي 6 فصول خارج المدرسة فلأجل هؤلاء بنئت هذه المبادرة أو وجدت هذه المبادرة ونسأل الله عز وجل أن يمد لنا مثلا يد العون من المنظمات أو أي جهات خيرية لكي تكمل ما بدئنا به تخدم مدرسة السلام 15 قرية من مديريتهم ومديرية صبر الموادن ومحتاجة لأكثر من 12 فصلا جديدا حتى يستمر فيها التعليم بشكل طبيعي خلالكم أنتم كقناة سهيل نطالب القهة الرسمية بأن ينظروا إلى حال أطفالنا هذوم اللي الآن قاين على موسم برد وبحيث أن يكملوا ما بدأوا به المواطنين من المبادرة وهذا المبادرة تعتبر نصف الحال نحن لنا أكثر من سبعة فصول قضية تقلق الآباء وتهدد جيلا من الطلاب بمستقبلهم بينما الجهات المختصة غائبة عنهم رغم متابعتها من أبناء المنطقة الذين يخافون من تسر بأبنائهم عن التعليم باحثين عن فصل ومقعد فقط ولا يطمحون بأكثر من ذلك محمد يوسف لقناة سهيل تعز دشنا في تعز ورشة ريادة الأعمال وربط مخرجات الجامعات بسوق العمل والتي نظمها مكتب الصناعة والتجارة بالشراكة مع حاضنة انطلاق في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وربط مخرجات الجامعات دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز شراكة مع حاضنة انطلاق ورشة تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال وقد افتتحت الفعالية بحضور عدد من الشخصية الحكومية والخاصة تدشين هذه الورشة يأتي بعد عملية مسح ميداني لبعض المشروعات الصغيرة والأصغر التي حققت نجاح في المجتمع وحققت أساهمت في تنمية مستدامة للمحافظة وأيضا رابط مخرجات التعليم الجامعي والمعاهد والمعاهد التطبيقية لبيئة العمل وإتساب المخرجات التعليم معرفة أهمية العمل في المؤسسات المكاتب الحكومية والدور الذي تلعبه في عملية التنمية وأيضا نهدف من خلال تبني هذه الورشة تقديم التسهيلات وحتى الشباب ومخرجات التعليم لتبني مثل هذه المشروعات ونحن على استعداد تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم لإنجاح مشاريعهم مصاهمة منا جميعا في استدامة المشاريع هذه واستدامة التنمية في مجتمعنا تضمنت ورشة العمل مجموعة من القلسات العملية والنظرية التي تهدف إلى تعليم المشاركين كيفية تطوير الأفكار التجارية وإعداد خطط العمل واستراتيجيات التسويق الفعالة كما تم الاستعانة بخبراء في مجال إدارة الأعمال اليوم تم تدشين سلسلات مشاريع ريادية الأعمال لربط مخرجات الجامعات بسوق العمل هدف الأول والأساسي ربط فعلي لمخرجات الجامعات بأسواق العمل تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية مخافضة تعز لتعزيز بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين المؤسسة التعليمية والقطاع الخاص مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة أحمد مكيبر قناة سهي تعز أقامت مؤسسة النيادة للتنمية التقافية وبيت الصحافة يوم أمس في مدينة تعز ندوة بعنوان إرشي في اليمن إرث يصارع الفناء وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري وتضمنت الندوة التي أقيمت في قاعة الثلية بكلية الأداب معرض صور مصغر ضم عددا من الصور التي التقطت بعدسات محلية وأخرى أجنبية لسياح وسياسيين وأطباء وطيارين زاروا اليمن خلال القرن العشرين كما عرضت الندوة فيلما قصيرا لما شاهد وثقت حياة اليمنيين إلى جانب مواقع أثرية في مناطق مختلفة بتحز منذ ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وحتى ثمانينيات القرن الماضي اليوم نقيم فعالية احتفائية باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري هذه الفعالية نسعى من خلالها إلى تصليط الضوء على أهمية توثيق الإرشيف اليمني إرشيفنا السمعي والبصري وأيضا الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الذي يتضمنه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع توثيق ومشاريع أرشفة إلكترونية لكل ما سبق من إرشيف أو لكل ما تبقى لم يتضرر من الحرب ومحاولة البحث عن حلول لمعالقة ما تضرر بسبب سنوات الحرب المستمرة حتى اليوم هذه الفعالية التي نقيمها في مؤسسة الرياضة للتنمية الثقافية بالشراكة مع بيت الصحافة هي فعالية واسعة متعددة المجالات لأن الإرث السمعي والبصري يتفرع إلى فنون كثيرة ووسائط كثيرة لكن أملنا أن تكون هذه الفعالية في اليوم العالمي الذي أقره اليونسكو فاتحة وبادرة لأن نخصص لكل مجال الإذاعة، التلفزيون، المجالات المصورة، النقوش، المخطوطات، المكتبات كل مجال من هذه المجالات يستحق مشاريع مستقلة بحد ذاتها إذن هذه الفعالية ليست إلا تنويه بسيط وبحضور ممثلي لمعظم هذه الفنون كممثلي إذاعة تعز والإرشيف التلفزيوني والإرشيف البصري أفاد المدير التنفيذي للجنة الفرعية للإغاثة بتاعز محمد عبد الله أن هناك أخطاء ارتكبت بحق المستفيدين من المساعدات الإنسانية وأقال عبد الله في تصريح لسهيل أن هناك جهود لعادة الأسماء للكشفات المعتمدة بناء على استمارات تحديث بيانات المستفيدين هذه البيانات تم جمعها من المستفيدين وحصل هناك أخطاء من قبل المستفيدين أنفسهم كانوا لا يدلون بالبيانات بشكل صحيح والبعض كانوا يدلون ببيانات احترافية وبقوا كما هم والمستفيدين الذين أدلوا ببيانات صحيحة وقعوا ضحية لعملية الإسقاط وهناك أخطاء من برنامج الأغذية العالمية في أخطاء تقنية يعني في جهزة الكمبيتر وعملية الأنظمة التي هي موجودة وقد تم الاتفاق مع برنامج الأغذية العالمية باجتماع وقع في التربة الأسبوع الماضي وتم الضغط عليهم على أساس أن يعيدوا الأسر التي أسقطت قبل توزيع الدورة الرابعة وسيتم تسكيل الجان والنزول إلى منازل هذه الأسر وتحقق من وضعيتها فالأسر التي هي بحاجة لمساعدة الإنسانية سيتم عادتها استقبل مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صامودة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن عبد الله الشيخ وأعرب العميد صامودة عن تقديره لهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالة الإرشاد الديني من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسن عبد الله أن الزيارة إلى البهرة تأتي بتوجيهة وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيدا شبيبة بهدف ضبط الخطاب الإرشادي بالمحافظة بما يحافظ على الثوابت الوطنية والنسيج الاجتماعي في المحافظة أكد مدير عام شرطة محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صامودة على ضرورة رفع اليقظة الأمنية وبدل مزيد من الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وأنوه العميد صامودة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة الذي تنعم به المحافظة مرجعا ذلك إلى الجهود الأمنية التي تبدل والعمل المتواصل والتعاون المستمر بين جميع الوحدات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد من جانبه أشهد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن عبد الله الشيخ بدور الأجهزة الأمنية الفعال في الحفاظ على الأمن والاستقرار التي تشهده المحافظة وشدد على أهمية نشر الوعي الديني والثقافي بين أفراد المجتمع وغرس القيم السامية في نفوس الشباب ساعدت كثيرا أن أتي إلى معسكر الأمن وأن ألقي محاضرة في الحضور فوجدت آذانا سامعة وقلوبا واعية ونفوسا متحفزة وهذا ما يدل عليه انتباههم وحسن صمتهم وتفاعلهم مع ما قلت وواقعنا بحاجة إلى أن تكون هناك حواجز وموانع من أن تسري إلينا ثقافات وافدة علينا فنكون نحن قد ملأنا قلوبنا لثقافة منبعها كتاب الله عز وجل ومنبعها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا ما نعايشه في بلد الإيمان والحكمة وخاصة هذه المحافظة التي جمعت كل أطياف المجتمع اليمني ومن كل مكان فوجدوا الأمن والاستقرار ولهذا رجال الأمن هم أكثر الناس حرصا على مصالح الناس وعلى حمايتهم وعلى حماية أبنائهم ومصالحهم وحقوقهم اختتم نادي الفاتح التقافي والرياضي الدوري الداخلي الرياضي السنوي برعاية مكتب الشباب والرياضة بمديرية مدينة مأرب وهدف الدوري لاكتشاف مواهب جديدة للنادي تعزز حضوره في دورية الفرق الشعبية الذي سيقام في المدينة اختتم اليوم الدوري الداخلي لفريق الفاتح الرياضي طبعا هذا الدوري شعبي ونحن في مكتب الشباب والرياضة إلى جانب تفعيل الدوريات والبطولات في الأحياء وفي الحارات وإن شاء الله تعالى نحن في المكتب نسعى إلى قامة تنظيم بطولات للفرق الشعبي في مدينة المدينة ككل ونبارك أنهن للفرق التي وصلت للنهاي واليوم يوم ختام لهذه البطولة نشكر القائمين على هذه البطولة بدلوا جهد جبارة ونحن وبإذن الله تعالى سنكون إلى جانبه انتهت الدقائق الإخبارية نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة